برح كمان يعني لو احنا نتكلم على سيرة افريقيا غانا بصراحة عملت مطش عظيم جدا امام كوريا الجنوبية حققت مكسب فعلا مكسب غالي زي ما بتقال اسعد هو افريقيا كلها نتكلم عن يعني ثلاثة اتنين في واحدة من اجمل بجد مطشاط المعنديال ومن اجمل مطشاط الفرع الافريقية بقى في العموم لغاية دلوقتي يعني حقيقة تقلق كمان كل نجوم غانا على رأسهم يعني ناجم ايكس الهولندي محمد كدوس يسا كنا منتكلم عنه لسجل هدفين في المباراة وفرصة غانا كده روح نتكلم اصبحت ان هي فرصة كبيرة في حالة الفوز في اللقاء طبعا القادم او التعادل كمان مع منتخب او رجوي في المباراة الثقرية بقى هنا بيقولك مباراة ثقرية يعني بلغتنا كده او بلغة كمان الارقام يعني فحنشوف وحن يعني خلانا كده حنتابع ايه اللي هيحصل بالزبط بس في الاول في الاخر هي فعلا هتكون مباراة ثقرية خليها نعرف ايه اللي هيحصل بقى ونستمتع زياني بتقيل في الاول في الاخر يا كريم الواحد بتفرج عشان يستمتع فعلا للكورة حلوة تخليك بعد كده مش عايز تشوف كورة تانية يعني تقفلك خلاص مش عايز تفرج وان كانت دي مشكلة على فرقة التي بتقولها دي مشكلة الحقيقة بس الواحد بيرجع يا تا اقلا برضو الواحد فترة فترة انعقاد اي نسخة من اي مونديال من المونديالات لا الحقيقة بتكون فيه وجبة كروية داسمة جدا مرضية جدا ومشبعة جدا كل الناس بتستمتع طوغ يعني كل يوم من ايام المونديال وخصوصا بقى لما تكون كل يوم فيه اربع ماتشاط يعني مفيش احلى من كده